بالعراقي خوش مباراة خوش مباراة خوش فد تعليق من عندك هات لنشوف المباراة حقيقة مو سهلة أدري هل لك منعرج خطير صعب يعني الفريقين لما تجد تقارن بين اللاعبين مع الفريقين صعب أن تقول هذا الفريق أحسن من هذا الفريق لما تجد تقارن شرات أخرى مثلا طريقة اللعب الأداء هم بالدورة وين مراكزهم صعوبة موجودة لكن يبقى أنه أقول شيء واحد هو مهم حقيقة بالنسبة لنا عبد الرزاق حمد الله هل أنه راح يسوي شيء أو لا وتلسكا وهنا هنا تلسكا موجود طبعا تلسكا أنا حقيقة معجب بي إعجاب مو طبيعي أعتبره نمبر وان الآن في دورة لعبكم السابق لبشارقة اللي كورادو شو وضعه كورادو لأنه مصاب هو لكن احتمال شرطان ينزل أو لا ما أعرف حقا لكن هو يأثر حقيقة يأثر على الفريق لكن أنا أقول بصورة عامة من الصعب تكاهم بها لا أحد أعطيني نتيجة لا لا أبدا طيب أولي يا دكتور أنت مدير الكرة السابق من هذه الاتحاد أبو كرم في أهم مباراة في الدوري والتي قد تحدد من سيكون بطل الدوري الجماهير لا تكون موجودة أنا أشوفها صعبة في ظل التقنية اليوم اللي موجودة إنك تتخذ قرار بهذه الطريقة هي مباراة من سيفوز غدا سيكون بطل الدوري في رأيي صعبة على الاثنين في تحديات كبيرة بين الاثنين سواء هنا حمد الله وهنا تلسكة والأحداث اللي صارت حولينهم ستكون صعبة على الطرفين تسألني توقعي الاتحاد الاتحاد مع دكتور هل إذا رح يتأثر بغياب الجماهير سيتأثر الاتحاد لكن هنا فرصة للعبين أنهم يعوضوا غياب الجماهير بالفوز غدا على أي أساس بنيت توقعك أن الاتحاد هذا تمني ليس توقع توقعي بسبب أن الاتحاد يملك قدرة هجومية عالية أفضل من النصر رغم أن في النصر تلسكة هو المحرك الوحيد في أغلب الأوقات للمجموعة أبو بكر أحسن لعب بطولة أفريقيا أبو بشعب بعد ساد يوماني أبو بكر موجود اللي بيحركوا في أغلب الأوقات أبو كرم هو تلسكة حقيقي هو المايشترو لقلب النصر تلسكة اليوم بتحرك تلسكة أبو بكر سيتحرك معه أكثر لكن في الاتحاد فيه نقاط ضعف قد تكون موجودة في الدفاع بغياب حجازي لكن القدرة الهجومية عند الاتحاد أفضل من النصر حنمشي لك يا هذا رأيك بالنهاية شكرا